هذه أبرز العناوين مدرب إشبيليا أهدف صيري تمنحنا الحياة بلاغ عاجل باريسان جرمان يوجه ضربة مجيعة إلى وليد ريقراغي عن أشرف حكيمي أصصونا يصدم مدرب بارشلون بشأن الزلزولي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب إشبيليا أهدف صيري تمنحنا الحياة أثناء الأرجونتيني خرخيسان باولي مدرب فريق إشبيليا الإسبانية على مهاجمها الدولية المغربي يصفا صارية بعد قيادته الفريق الأندلسي للفوز على ضيف أيندهوفنا الهولندي بثلاث أهداف لسفر في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الدورة الأوروبية وأكد سانباولي خلال الندوة الصعفية التي أعقبت المباراة أن أهداف يصف انصري تشبه جرعة الأكسجين التي تعطي الحياة للفريق موضحا أنه يسعيد الفريق بأدواره الدفاعية وضغطه الكبير على الخصوم وقال سانباولي في تصريحاتها أهداف صاري تمنحنا الحياة وبصرف النظر عن ذلك فإنه يخفف عن الكثير من الضغط إذ يستعيد الكثير من الكرات في الخلف وتبع مدرب إشبيليا كلامها أمام أيندهوفن منحنا التزام هو قدرته على التهديف القدرة التي سمحت لنا بالتحكم في المباراة في لحظة عصيبة ضد منافس مثل أيندهوفن عندما تكون في موقع السيطرة يكون الحسم أمرا صعبا للغاية لكن مع وجود لعب أقوياء تستطيع تحقيق الفوز واستطع الدولية المغرب يوسف صاري افتح التسجيل في آخر دقائق الشرق الأول لإشبيليا ليقوده للفوز على حساب ضيفه الهولندي أيندهوفن بثلاثة لسفر برسم دور خروج المغلوب بمسابقة اليوروباليك بلغ عاجل باريسان جرمان يوجه ضربة مواجعة إلى وليد راكراكي عن أشرف حكيمية أصدر باريسان جرمان اليوم الجمعة بيانا بشأن لاعبه المغربي أشرف حكيمية وأشر النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن أشرف حكيمية يعاني من آلم في أوتر ركبة اليسرى وسيخطع لبرنامج علاجي خلال الأيام المقبلة ولم يحدد البيان الطبي مدة غياب النجم المغربية أو موعد عودته للمباريات لكن تأكد غيابه عن المباراة القادمة ضد دليل في الدورة الفرنسية ويعاني باريس من تراجع حاد على مستوى الأداء والنتائج وخسر أخير ثلاث مباريات أمام مرسيليا في الكأس وموناكو بالدورة الفرنسية وباير ميونيخ في دورة أعطال أوروبا أصاصون يصدم مدرب برشلونة بشأن الزلزولية يسعى نادي أصاصون الإسباني لعدم الاستغناء عن النجم المغربي عبدالصمد الزلزولية في الانتقالات الصيفية المقبلة على هامش نهاية المرتقبة لإعارته من برشلونة ووردت صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانيا أن إدارة أصاصون تنوي التقدم بطلبين لتمديد فترة الإعارة التي ستنتهي مع متنم الموسم الحالي أملا في مواصلة الاستفادة من خدمات النجم المغربية وأشرت الصحيفة إلى أن تمديد عقد الزلزولي مع أصاصونة يقترب من أن يكون مستحلا في ظل اهتمام المدرب تشافي هرنانديز بخدماتها ورغبته في العودة إلى الفريق كما ترفض إدارة برشلونة استمرار ابتعاد الزلزول عن برشلونة بعد تألقها وإطارته اهتمام كبار الأندية الأوروبية ما يتيح للإدارة السريحة هو الحصول على مقابل مالي جيد إن اقتضى الحال ذلك ماركا تسلط الضوء على المهاجم الواعد للأتليتيكو والأسود سلطت الصحيفة الإسبانية الشهيرة ماركا الضوء على الدولية الأولمبيا المغربية الشاب ومهاجم فريق الثاني لأتليتيكو مدريد عبدالله الرحاني دو التسعة عشر ربيعا ويأتي هذا الاهتمام بعد أن رفض اللاعب عدة عرض مغرية من أندية وازنة كأرسنال وانمان يونيتد وولر هامتون وقالت ماركا في تقرارها عن المهاجم الريحاني أن الأخير فضل البقاء والتجديد لفريق أتليتيكو مدريد حيث أدر ظهره للعروض المغرية التي توصل بها ويعد النجم المغربي الوعيد الهدف الأول للفريق الثاني لأتليتيكو مدريد مدرب جديد في موقع تطانجة بين الأسود والصنبا أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رامون مينزيس نجم الدورة الألمانية السابقة سيتولى قيادة منتخب السلسة بشكل مؤقت وسيتولى البرازيلي مينزيس الذي حقق لقب طولة كأس إمريكي الجنوبية لأقل من عشرين عاما مع منتخب بلادها الأحد الماضية سيتولى مهام تدريب منتخب الصنبا في أولى مباريته الودية في عام 2023 أمام نظره المغربي في طانجة يوم الخامس والعشرين من مارس المقبل وكان مينزيس صاحب الخمسين عاما قد سبق له اللاعب في الدورة الألمانية مع باير ليفركوزن باسم رامون هوبز في موسم 1995-1996 حيث شارك لعب الوسط المهاجم في عشرين مباراة مع الفريق والسجل هدفين وكان تيتيا المدرب السابق للمنتخب البرازيلي قد غادر منصبه عقب خروج المنتخب من الدور الثامنية بكأس العالم في دجنبير الماضي وكان الاتحاد البرازيلي قد نفى الأسبوع الماضي الأخبار التي أكدت أن الإطالي كارلو أنشلوتي مدرب ريال مادريد سيتولى المهمة بشكل دائم في الوقت الذي يمتد عقده مع الفريق الإسباني حتى يونيو عام 2024 الدولي والمغربي عزد أناحي يتير الجدل في فريقي الحالي مارسيلي الفرنسي والجمهور يستغرب نشر موقع أنفو أوم تغريدة تضمن الترتيب الأجر الشهرية لنجوم أولمبيك مارسيليا حيث ظهر الدولي والمغربي عزد أناحي في المركز الثالث براتب تصل قيمته إلى 346 ألف يورو شهريا وهو الأمر الذي أترى جدلا واسعا بين الجماهير وتحدثت الجماهير في تعليقاتها عن كون الراتب الذي يتقضاه نجم أسود الأطلس يفوق بكثير ما تم نشرها حيث تم الحديث عن كون ابن الضار البيضاء يتقضى راتبا قيمته 150 ألف يورو شهريا وكان أناحي قد انضم في المركز الشتوى الفريق إلى صفوف فريق الجنوب الفرنسي قادما إليه من أونجي بموجب عقد يمتد لصيف سنة 2027 فيما يزاول حالة للموسم الثاني تولين مع أولمبيك مارسيليا كمعار من شالك ويعد المدفع الإفواري إيريك بايلي الأعلى أجرى داخل النادي بحوالي 416 ألف يورو متبعا بمتوسط الميدان الفرنسي ماتيو غندوزي الذي يتقاض 400 ألف يورو شهريا يشهر إلى أن أولمبيك مارسيليا يحتل المركز الثاني في صلم ترتيب دور الدرجة الأولى الفرنسية برسيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر باريسان جرمان المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام الإمارات إنهزم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 في المباراة الودية التي جمعتها يوم أمس بالمنتخب الإماراتي وتنوب على تسجيل أهداف النقبة الوطنية في هذه المباراة الودية التي أقيمت بمدينة دبي كل من حمز غطاس في مناسبتين ومحمد نصرق وزهير جباري ترجمة نانسي قنقر